موسيقى 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 خلوني ارحب بضيفي المهندس حسن الزهار مؤسس AMC Master اهلا بك يا باش مهندس اهلا بك عايزين بقى نعرف ايه مشروعك بالضبط او حدو نعرف الحقيقة يعني هو كوركير تمام وبنقدم معاه خدمة كافي وروسترون وبي اس بحس ان الموضوع جيه مثلا منسبة لحد عايز يخسل العربية وفي ما عندهش وقت كافي انه يخسل العربية وممكن يكون مثلا عايز يروح مطعم يخرج مع صحابه او كذا حاجه فاحلا قررنا انه نقدم كذا اوبشن مع الكوركير بحس انه يقدر يعمل كذا حاجه في وقت واحد يقدر يستغل الفرصة يعني فرصة الوقت باش مهندس الفكرة نفسها جات لك ازاي او انا حدوك عندي مخسلة كوركير اساسية فرق اول بس ما كانش عندي كان مثلا ممكن الكلينت يجي ممكن يعد على اي كورس في اي حد ممكن يسيب العربية عشان خاطر مش لاي كلينت ويتنج يعني رومي يسيب العربية ويرجع فانا فكرت هنا ان انا اقبر المكان وازود فيه الوبشن اللي هو قفيه بالضبط فاني وباس عشان خاطر برضو الشباب ممكن مثلا شلت صحاب مع بعض جروب مكسم الشرطي شباب بس حابين انهم مثلا يستغل الوقت فيجي بس ان بيخسلة عربية يعود يلعب باس طيب الفكرة نفسها حضرتك مهندس تمام فكرة نفسها انا هسيب الهندسة وهعمل مشروع كاركير ده حب عربيات ولا اللي جابنين تمام او الفكرة فانديم ان انا كشاب تمام بحب ان انا اغامل مثلا في شغلين والبزنس دلوقت طبعا اي واحد لازم يطلع برد الصندوق فانا هنا فكرت في الكاركير بحيس ان انا عندي عربية فالفكرة نفسها جاتلي ان انا مثلا اعيز اخسر عربيتي بس الوقت مش كافي معي في كذا حاجة ففكرت ان انا من هنا ابدأ ان انا اشتغل في الكاركير طب اول حاجة الناس بتهتم بها الفترة دي متناول اسعار دايما بيبقى في اسعار عالية قوي اسعار قليلة فلم حد يسمع فكرة دي هيتخضو يقولك اكيد غالي انا مش هروح له انت عايزين نقول بقى الكلام شوية عن اسعار بتاعتك لا يا فاندي ما ومن نسبة الاسعار يعني الكاركير اسعاره في اماكن بتطلب على حسب الفئة يطلب اسعار كعالية وفي اماكن بتطلب اسعار قليلة فانا هنا مثلا محدد ان الفئة عندي مش حد معين لا انا عامل اسعار اي حد اي فئة يجي نور المكان في اي وقت ما يكونش بيفكر مسلا السعر عالي او عشان هو مسلا مزود كزا بند عنده في المكان فانا هروح هدفع فلوس كتير لا خالص طب الكاركير موجودة في كل حتة موجودة سواء برايفيت او في اي مكان بنزينة او اي مكان انا وصلا كصاحبة عربية ايه الحاجة اللي تخليني زيادة عندك تخليني اجيبلك عربيتي وانا مرتاحة اول حاجة فاندين ان المكان سيفتي جدا والاسطاف الموجود في المكان كلهم شباب كويسة جدا يعني هنا نحب نهتم بالعربية بالنسبة الاكسسورات الشخصية اي حاجة تخص الشخصي اي متعلقات شخصية نحافظ عليها بحيث ان ما يجيش فيهم الايام مثلا اي يجيلي يشتكي من ان في حاجة نقص عندي في العربية لا ده موضوع عندي مفروغ تماما لان السيفتي عندنا هنا لازم يكون حاجة عالية جدا يعني لو سبتلك مفتاح عربيتي ببقى ضمنة اني هارجع عليها زي خادة السيرفس اللي انا عايزيها وزي ما هي بالضبط يا فاندين طبعا زي ده كولاتي انا بنقدمه تمام في فنش العربية زي ده الاكسسورز اللي انا بنحطه من المكان هداية للقلانتي بتاع العميل بتاعنا لا تعالى لي بقى فحور الهداية بتعمل الهداية اي مع العروض فيه مثلا كفارات حماية بتتحط في صالون العربية من نسبة للكراسي بالنسبة للطرات درعات الاشارات والمسحات كل دوت احنا بنحط له كفار للحماية بحيث ان العربية مثلا لو لسه زيله من كتر مثلا لمسة الايد عشان يبتها باكتر الاستخدامات التارة الكلام ده كله احنا بنحط الكفار دوت كدعم عندنا للعميل طيب انا عايز اسألك على حاجة بخصوص الكار دلوقتي يعني الشمس اوقات كتير بتأذي العربية جدا بتأذي لونها وشكلها شايف ان ازاي نصحتك للناس عشان يحموا عربياتهم ويتفادوا اي حاجة ان العربية لما تطلع من عندك تطلع كأنها جديدة لك اهم حاجة فاندن ان فينش العربية لما تكون في وقت الفنش ما تتفنشش في شمس لان المياه مع الشمس مع درجة الحرارة ببوض البوهية بتاعت العربية فان احنا طبعا بنحافظ على الدرجة ديت عشان خطر العميل ما يجيش فيه من الايام يطلع بعربية تحس ان العربية فيها اي اختلاف لا بالعكس احنا لازم نحافظ على المقطة ديت كويس جدا علي درجة اللون العربية ولو جاي لك شخص سيه مصلا اعمل فيلم حماية لا عربيته انت بتحافظ له عليها زي كل حاجة في العربية لها شغلها يعني مثلا ده عامل افلام حماية على العربية ديت ليها طريقة معينة في الشغل مش اي حي مش زي مثلا عربية العادية كل حاجة يقول لها شغلها طبعا انا عايزة يعني توجه نصيحة للشباب اللي طول وقت يقولوا ان ما فيش شغل احنا مش لقين شغل احنا مش حارفين نعمل اي تحب تقول لهم إيه؟ والله يا فن ما وسعي فوق كل شيء يعني البناء ده مباس على أي حاجة هو عايز يعملها ويتكون حلم قدامه وهدف قدامه لازم يسع ليه حتى مش مش شرط أنه أنا فكرت في الفكرة هيكون فيها يكون لا أنت ممكن تدي لنفسك مثلا وقت شهر اثنين سنة سنتين على قد الحجم بتاعك أن أنت تقدر تعمل الشيء ده أستاذ حسن شباب كتير من اللي يتفرجوا علينا دلوقتي هيفتكروا أن حد ساعدك باباك ممتك تقول إيه بقى للشباب اللي زيروا خالص زيروا فلوس زيروا أي حاجة بس تعمدوا فكر والله يا فن ديمة كل واحد بيقعى مثلا في ظروف شخصية وكل واحد بظروف بسلول مختلفة وبطريقة مختلفة بس أنا جيت على نفسي وقرأت على نفسي عشان خاطر عندي هدف عايز أوصل له فأنا عشان كده ولا مثلا اعتمدت على أهلي ولا اعتمدت على أخوتي ولا على صحابي ولا لا أحد أنا اعتمدت على ربنا صم على نفسي اشتغلت على نفسي كويس جدا عشان خاطر أوصل لهدف اللي أنا عايزه ما شاء الله طيب عايزك بقى تقول لي مين أكتر حد دعمت في الفكرة دي يعني أنك أولا أنك تسيب هندسة وتروح لمشروع زي ده دايما الأهالي وخاصة الأم ليه يا ابني ليه عملت في دفسك كده اللي دعمني في كده فهم ليم أخويا حسام الأخويا حسام هو يعني أطوبر شركي في الأدارة في المكان تمام لأنها دي مهنته هو اللي كان مأسس المكان اللي فرق الأولاني يعني فيه أساس للمهنة تمام مش بادئ من أول فعشان كده أنا حبيت أن أنا أكبر الموضوع وزود فيه الابشن اللي هو كافيه وستوانه طب أستاذ حسن أنت كنت بتشتغل في مهنة الهندسة فكان فيه سالوري تمام ثابت تمام يعني أنا ثابت كسبة الشركة ما كسبتش أنا معايا السالوري تمام خبت الفكرة دي وسبت البيزك السالوري البيزك اللي هو بيخش لك كل شهر ولا كان ده جنب ده لغاية ما ده بقى بيدخل ده جنب ده وكان أول الموضوع أن أنا بدعم أخويا حسينة علشان خاطر هو كان محتاج حد يكون عنده مثلا علم أكتر بالإدارة وبالسيستم مثلا زي أنه يمسك مكان كبير يعرف يديره فكان محتاج دعم جنبه فأنا عشان كده الطريقة أن أنا أحط نفسي في المشروع ده عشان خاطر يكون دعمنا هو البعضين يعني كنتوا بتكملوا بعض بالضبط يغاني بالإدارة أو بفكرة بالضبط يغاني طب هل بقى بمناسبة أخوك دلوقتي أنت تفوقت على أخوك يعني تفوق البداية على المشروع أنا متفوق عليه لأن أنا يعني التعليم اللي أنا تعلمته في حياتي أو في شغلي اللي عماتنا أنا شفته أول ما وصل لهش فأنا بحاول أن أنا أدعمه فكريا وعمليا وكل حاجة يعني حتى أولا مثلا يجي فكر في فكرة شغل ما ينفعش يأخده قرار لوحده بيرجعلك لازم يرجعلي طمام لي لأن إحنا إحنا الاتنين بندعم بعض أحيانا الواحد بيكون يأخد قرار في استعجال جدا وهو شاف أن القرار ده صح جدا بس في بعض الأوقات لازم تشور حد أعلى منك في التفكير أو شاف مثلا عنك كتير طب أنا أنا سمعت كده أنك عامل فكرة جديدة في العربية أن أنت بتتوازن مع العربية خلال الموبايل بالضبط يا فندي يبقى الفكرة دي دي خاصية يا فندي خاصية السنترال في المكان متوزعة في كل براتيشن في المكان من نسبة البيأس من نسبة الفود من نسبة الدرينكز كل مكان وكل تيبول عندها سماعة تليفون وفي شاشة بيتعرض عليها العربية وهو الأصطافي شغال فيها بتاع الكارتكير فبيتتواصل معك؟ أنا بتواصل معي يطلب الكود بتاع الكارتكيري يتواصل مع الأصطاف أخبار العربية خلصة طب في حاجة أنا كنت نسيعة بعد إذنك شلها لي أول عنده كومنت على حاجة بالضبط يا فندي وهو كده كده بيبقى شايف العربية قدامه على الشاشة فبيتواصل معك بالتليفون شايف أكتر تعليق جالك كان إيجابي على الموضوع ده كان أي عمرك ما هتنسى من حد عنك؟ إن الفكرة كانت جديدة على كل الناس فأنا مبسوط جدا من الفكرة لأن أغلبية المراكز أو السنترات اللي فتحة كاركير ممكن مثلا البعض كون كون عامل كافي كورنر بس إنسايد لكن أنا عامل أنزلون على الطريق يعني ده يعني بحس مثلا النهاردة جيت مثلا غسلت العربية المكان عجب حضرتك مش شرطة تيجي تخسل العربية عشان تقاضي في المكان لأ أنت حقيقة مثلا تيجي في أي وقت استغلت إن هي بقى عندك تو بروجيكت في بروجيكت يعني مش شرطة تيجي تخسل العربية عشان خاطر أروح أقعد في الكافيلة طب سانية واحدة أنت بتقدم القهوة من السكافية فور فري مع الغسلة بتعمل حسابها مع الغسلة ولا إيه؟ والله يفند المزبوط بس لازم صاحب الشغلة لازم يضحي لازم يضحي في شغله عشان خاطر يكسب العميل ويكسب كل حاجة في الشغل فأنا هنا بقدر إن أنا أجي على نفسي عشان خاطر أكسب العميل طب إحنا عرفنا كمان إن انت كل ويك أند بتعمل كاريوكي يعني انت كمان مدلة على العملة بتاعك جدا مزبوط أفهم لازم نزود فهم يعني أوفشان في المكان عشان خاطر المكان يكون مستحب للعميل يعني ممكن يجي في الويك أند هوم الدي عايزي خسل عربيته وكمان يعمل خلوجة الويك أند هام بالصبت فهم طب إذا لم يجي خسل العربية يعني يجي في الويك أند هام لا يوجد مشكلة مكان طبعا فهم يعني هوم الزغط هام شغلها بتستغل اللي اتنين مش موضوع باستغلي يعني عشان خاطر معلقش نفسي مثلا بشغلة معينة إن أنا لم أكبرش العميل إن هو يجي لي يخسل عربية وإن يعود يشرب كوبات أعوة عندي لا أنا في أي وقت طب أكتر كلمة وإنت بتبتدي اتقلت لك خصوصا وإنت هتتيب الهندسة بس كانت كلمة يعني مش تابورت هي وجعتك أو صممت والله لا أثبت عكس الكلمة تمام يعني الفكرة كانت بعيدة عن بعض الناس اللي أنا شورتهم في الموضوع لأن ما كانش في حد متوقع أن أنا هوصل للليفل التفكيري دوت في العمل اللي أنا قديته في النسبة المكاني يعني كله كان فاكر مثلا إن أنا هعمل كاركير ومعها كافي كورونا اللي هو الطبيعي العادي بالزبط لكن ما فيش حد كان متخيل إن أنا هعمل الموضوع كبير كده تمام إن كل حاجة اللي يتخصص أو حد حطيته قدامك هدف والله لا أثبت له عكسك الباور بتاعك أنا أثبت النفسي طيب عايزين بقى مفاجأة أو أو أفر هتقدمه لكل متابعين فري تايم على قناته بالنسبة طبعا الكاركير تمام شغل الكيمياء عمبتا والبوليش ده بيبقى أغلى حاجة في الكاركير تمام وفي بعض المراكز بيتعلي مثلا الأسعار جدا مثلا بحيث عربية مرسيدس دخل عليها فأنا هعمل بقى أسعار جدا لا إحنا عاملين أوفر تمام على الكاركير بالنسبة الكيمياء والبوليش بداية من الأسعار ربعمائل جنيه سوطمائل جنيه طب يعني عارضة ويتفوتش لا يعني مرسيدس كلها فئة واحدة عندي طب والله ده حاجة حلوة جدا اتزايد ان الكوالات يوم باتير اللي احنا شغالين يوم حاجة يعني كوالتي واحدة يعني أبو ربعمائة زي أبو ستمية بالزبط يا فندم أنا ليه بحدد ليه بقول من ربعمائة لستمية ممكن مثلا في حاجات بتستهلك مني خامات كتير جدا فأنا معلش يعني أنا بحاول أن أقدم سعر أراضي بالعميل وفي نفس الوقت برضه أنا أجي على نفسي بس مأزيش نفسي يا شخطر ما هيصطفي شغاله والنس اللي هما بيقولك كعملة بتراضي ازاي الناس اللي شغالين معاك الناس اللي شغالين معاك وطبعا العميل بيبقى ليه نظرة مثلا بيقايم الشغل اللي قدامه لان الاصطف ده تاعب معاك جدا في الشغل العربيته فهو طبعا دي طبعا معروفة في كل مكان بالزبط التبس لكن أنا كصاحب مكان بروعي الاصطفي بتاعي ازاي أنا شايف ان الاصطفي ده أو الكابتن اللي شغاله تاعب جدا ناردة في الشغل فانك كصاحب مكانه وكبني قادم لازم اقايم تعبه وشغله معايا لو هو فعلا استاني انا كافؤ لازم اكافؤ لا ينفعش ان انا احوش نفسي عنه في المكافة باش مهندس حسن انا بشكرك جدا انك كنت معينا النهاردة ويعني انت نموذج للشباب حقيقي مرسي يا فاني ربناي خليكي وبشكركم النهاردة ان انتو كنتوا متابعينا وشفتوا الحلقة كمان عندنا دلوتي قوع تروح في اي حتة فاكرة كلها ضحك ولعب واكل اللي انتو بتحبوه وحب مع نجمة انا مش عايز احرقها لكو دلوتي بس ايه انت مار؟ خليها بعد الفاصل مفاجأة لنجمة الجماهير ومعشوقة لكل الناس استننونا موسيقى موسيقى موسيقى